رغم نداءات وتحذيرات المسؤولين لعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى إلا أن هناك من لا يلتزم بهذه التعليمات معرضاً الجميع إلى خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا الذي تبذل الفرق الطبية والمساندة جهود للتصدي له والحد من انتشاره وبذل الأسباب الكفيلة بتوفير الحماية للجميع في وقت الحظر طرق خالية والتزام تام وهنا خارج وقت الحظر ازدحام طرق وطوابير طويلة فيروس كورونا الشبح الذي لا يصيب الإنسان إلا في وقت الحظر هذا ما يعتقده البعض فتجدهم ينتظرون وقت السماح للتجول حتى يملؤون الشوارع وتزدحم مراكز التموين والجمعيات وغيرها وكأنهم في سباق مع الوقت رغم النداءات والتحذيرات بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى إلا أن هناك أعدادا كبيرة تجوب الشوارع نهارا ازدحاما هنا وآخر هناك وكأن الأوضاع طبيعية شواهد عديدة من حولنا عاشت تجارب التهاون وعدم الالتزام بالتعليمات ما جعلها تعيش الانهيار السريع وتواجه مصيرها المحكوم بالخسارة مع هذا الوباء الغادر معركتنا أمام هذا الوباء تتطلب دعم جهود الفرق العاملة في الصفوف الأمامية من خلال الالتزام بالتعليمات الصحية وعدم الخروج من المنازل حتى خارج أوقات الحظر أنتم من يحدد مصير هذه المعركة إما الانحسار أو الانتشار ترجمة نانسي قنقر